يسأل أحد الإخوة من الصم يقول إذا اشترى شخص حاجة مثلا جديدة يقول ماذا يصنع ماذا يقول علشان يقول يريد أن الله تعالى يحفظ هذه الحاجة أخوي الفاضل بارك الله فيك لا شك بأن من رزقه الله عز وجل أشياء جديدة هذه نعمة من نعم الله عز وجل فالله جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله قل جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن يقول جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولذلك الإنسان واجب عليه إذا استجدت له نعمة أنها ينسبها إلى الله يقول الحمد لله شكر لله لأن الله تعالى وعد وتوعد في آية واحدة قل جل وعلا وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فلذلك أي نعمة تحصل للإنسان يجب عليه أن يشكر الله عليه والشكر على ثلاثة أركان أولا شكر اللسان وهو يقول الحمد لله شكر لله الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر ثانيا شكر القلب شكر القلب هو الاعتراف بأن هذه النعمة من الله عز وجل يعترف بأن هذه من الله عز وجل وأن لولا الله ما رزق هذا والثالث أن يستخدم هذا شيء في طاعة الله هذا من شكر الله نسمونا شكر الجوارح أن يستخدمها في طاعة الله عز وجل أما بالنسبة للأدعية فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في السنة صح عنه أنه قال من أفاد منكم شيئا زوجة أو خادما أو دابة مثلا فليأخذ بناصيتها وليدعو يقول اللهم أني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه والسيارات مثلا مثل الدواب والأشياء الجديدة أيضا لها حكم الأشياء الأخرى فأنت تبارك الله فيك إذا رزقك الله عز وجل أمر جديد ونعمة جديدة قل اللهم أني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وممكن تضع يدك إذا كانت مثلا سيارة أو دابة أو شيء من هذا القبيل تدعو بهذا الدعاء بارك الله فيك